اي اتفاق مع اي دولة هو حق المشروع ولا يمكن اعتباره تدخلا اجنبيا تحت هذه الحجاج سلم رئيس حكومة اصخيرات سلطة البلاد الى الحكومة التركية وعلى ذات النهج والسياق يمضي بقية افراد الحكومة الساقطة والمنتهية الشرعية فاذ بمندوب ما يعرف بالمجلس الرئاسي لدى الامم المتحدة طاهر السني يؤكد ان حكومتهم تسعى للسيطرة على كامل المنشآت النفطية داخل ليبيا معتبرا ان توقيع اي اتفاق مع اي دولة هو حق المشروع ولا يمكن اعتباره تدخلا اجنبيا في اشارة واضحة منه للاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجل طي بردغان وفايز السراج والمخالف للاتفاق السياسي ورفضا في ذات الوقت اعتبار الوجود التركي داخل البلاد تدخلا اجنبيا السني ووفقا للوكالة الاخبارية سبوتنك خلال اجتماع لمجلس الامن عقد حول تطور الاوضاع في ليبيا قال ان النفط فروة كل الليبيين لذلك تعمل حكومتهم على تحريره بحد زعمه ولذلك فان مندوب الرئاسي الموالي لتركيا ندد بمواصفه تهديد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحديثه عن ان السرط والجفرة هي خط احمر امام ميليشيات حكومة الصخيرة الارهابية تمرير الغزل التركي عبر الوسائل والوسائط النعيمة وتحت شعارات بالية هي السليب ما تزال حكومة الصخيرات تعتمدها في التغطية على اتفاقياتها وخططها المشتركة مع تركيا وهي السليب باتت مكشوفة لجميع الليبيين على المستوى المحلي ولباقي بلدان العالم على مستوى دولي